قد تتفاجأ عند المرور بهذا الشارع بعد أشهر أن مساره تغير أو أغلق وقد تتفاجأ أيضا أن بناية سكنية أزيلت بشكل كامل هذا ما حدث فعلا في مناطق في محافظة إربد مع وجود مشكلة إزاحات الأراضي واختلاف تقارير المساحين وعدم دقتها باعتماد تقارير إلكترونية دون التأكد من صحتها لتهدد كثير من المنازل والأراضي بعدما تغير موقعها بشكل غير متوقع هنا في إيدون تؤرق المشكلة عددا من السكان وسط غياب للحلول وحالها لا يختلف عن أجزاء من مناطق أخرى مثل حكمة وبيتراس والامخيبة وغيرها بلدية إربد الكبرى قالت إن الإزاحات مشكلة كبيرة وللآن لم تجد الجهات المعنية أي حلول لمشكلة تهدد بإزالة منازل وشوارع قائمة دائرة الأراضي والمساحة من جهتها قالت إنها لا تتحمل مشكلة الإزاحات في إربد وبيّنت أن المساحين اعتمدوا لإحداثيات على موقع الدائرة رغم تنبيههم بعدم دقتها وأشارت دائرة الأراضي إلى أن سبب المشكلة يكمن في عدم وجود تنسيق وربط بين الجهات التنظيمية ودائرة الأراضي إذن تتنصر دائرة الأراضي والبلديات من مسؤوليتها تجاه قضية الإزاحات والنتيجة فوضى تنظيمية وخسائر مادية بإزالة أبنية أو تضييق سعة الطرق دون أي حلول كما يقول السكان أسامة المومني المملكة إذا للحديث في هذا الملف أرحب بالمهندس محمد أبو العينين من دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الإدارة المحلية مساء الخير وأهلا بك معنا وأيضا ينضم إلينا دكتور طلال أزبن الناطق الإعلامي باسم دائرة المساحة والأراضي أهلا بك معنا دكتور في بعد الخبر أبدأ من لديك مهندس محمد مشكلة إزاحة الأراضي أين تكمن بشكل محدد ما هو دور دائرة تنظيم المدن والقرى في هذا الملف على وجه الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم بداية خلينا نعرف شو مشكلة الإزاحات بشكل عام مشكلة الإزاحات هي مشكلة تراكمية مشكلة ما ظهرت بيوم وليلة هي مشكلة متراكمة من عام 1921 من وقت عمل تسوية الأراضي في المملكة الوردينية الهاشمية وصولا للفترة اللي احنا فيها هي مجموعة أو خليط من المشاكل المتراكمة بداية كانت في أعمال التسوية اللي كانت بوسائل بداية تمام بعد شوية دخلنا في مرحلة أنه كانت عنا مخططات ورقية أو كرتونية وقامت ذات الأراضي والمساحة بحوسبتها تمام وفي المرحلة اللي قررنا فيها أنه نربط هاي اللوحات بالأنظمة الاحتثيات ظهرت عنا فروقات نقاطنا المرجعية برضو بينها بين بعض فيها فروقات تمام وبرضو بدنا نحكي المساحين اللي كانوا يشتغلوا في الفترة اللي هي في بداية التسعينيات ما كان عندهم الأجهزة المتطورة الموجودة حاليا فكانوا يشتغلوا بوسائل بداية تمام فكان هذا برضو راكم الفروقات ففرق على فرق على فرق وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها للأسف تمام حسا موضوع الإزاحات المعنى فيه بدرجة أولى دائرة الأراضي والمساحة نعم بدرجة أولى ليش؟ احنا كدائرة تنظيم مدن وقرى احنا دورنا الرئيسي موضوع التنظيم ماذا يعني تنظيم؟ تنظيم اننا احنا نكون باستحداث شوارع او تعديل سعات شوارع او مثلا يعني انتم تقولون انه هذا الشارع يجب توسعته مثلا هذا العدد المعين من الأمتار هذا الشارع يجب أن يأخذ يعني ممكن يكون عندنا قطاع أراضي كبيرة وبدنا ندخل التنظيم فطبيعي انه مطلوب مننا ان نستحدث شبكات شوارع ان عيني لها صفات استعمال امور زيئك هذا الحكي ما بنبنى من فرق لازم يكون فيه عندنا لوحات تابعة لدائرة الأراضي والمساحة يعني ايشي اساس واحنا بنبني خرائطنا بناء على هذه لوحات يعني هذا دور ناقص من دائرة الأراضي والمساحة احنا ما بدنا نحكي ناقص ما بدنا نحكي ناقص هو الشيء أجا تراكمي احنا دورنا ودور دائرة الأراضي والمساحة تكاملي تمام فلازم يكون ما الذي يمنع وجود هذه اللوحات التعريفية اذا شوفي ست قريج كيف بدنا نحكيها احنا لازم يكون في عندنا لوحات واللوحات هاي زي ما قلتلك لازم تتعالج وتكون بشكلها النهائي بعدين احنا بنوخذها وبنحط عليها خطوطنا التنظيمية اوكي وبناءنا عليه الناس بتستخدم هاي المعلومات في تثبيت الحدود وفي البناء وفي الأمور هاي فالموضوع تكاملي وليس انا فهمت عليك انه هو تكاملي ولكن ذكرت مسألة مهمة جدا انه اللوحات التعريفية هي اختصاص دائرة الأراضي والمساحة لذلك دكتور طلال اليوم ما هو دور دائرة الأراضي والمساحة بشكل محدد ان كان في اللوحات التعريفية او ان كان في ملف الإزاحة بشكل كامل بداية اصعد الله مساءكم بكل خير ومحبة ضروري قبل اجاب على هذا السؤال المفروض اوضح شغلة بالبداية انه عدم التطابق بين الواقع ولوحات دائرة الأراضي والمساحة اما يسمى إزاحة واما يسمى اعتداء والذي يحدد ذلك ورصد الواقع وتنفيذ بيان التغيير المرجع المعتمد اليوم لتثبيت الحدود هو بيان التغيير والذي يتم اصداره بموجب معاملة افراز مصدقة حسب الوصول من الجهات التنظيمية بالاضافة الى انه توقيع المساحة المرخص عليها ويكون فيه اقرار بانه مطابق لواقع الحال وعليه فان الازاحة هي ان تكون مسافة بيان التغيير مطابقة للواقع ومختلفة عن لوحات دارة الأراضي المساحة اليوم احنا اللوحة الرقمية الموجودة بدارة الأراضي المساحة هي لوحة محدثة اول باول دائما ما تعكس البيانات الدقيقة والواقعية لواقع حال قطع الأراضي هذه اللوحات الرقمية الموجودة اليوم هي لوحات محدثة اذا بدنا نرجع لموضوع الازاحة وكيف كان بستابق كيف اصلا نشأت مشكة الازاحة زي ما تفضل المهندس محمد هي مشاكل تراكمية منذ القدم اعتمد فيها اخطاء بشرية غياب التنصيق بفترات سابقة يعني فترات قديمة جدا بين دارة الأراضي المساحة والبلديات ايضا اخطاء بشرية تمثلت الاخطاء بوجود اخطاء من المستحين المرخصين بحيث اعتمدوا على احداثيات دون الرجوع الى الاقسام الفنية في دارة الأراضي المساحة وايضا كانت اخطاء بشرية من قبل مالكين القطع بحيث انه لم يرجع لا لمساح ولا لدارة الأراضي عندما أهم بالبناء طيب لذلك اريد انا اسأل اليوم احنا للأمانة احنا لا نبخل ولا نوفر اي معلومة على الجهات التنظيمية سواء البلديات او امانة عمان تربطنا العديد من الاتفاقيات مع امانة عمان وبالتالي كل ذلك من عجل الوصول الى خارطة رقمية محدثة موجودة عند الجميع طيب اريد انا اتأكد فقط انه انت تسمعني بشكل واضح طيب دكتور اليوم ما هو الاسهل او ليس الاسهل ولكن يعني من الممكن التعامل معه بشكل افضل من قبل دائرة الاراضي والمساحة موضوع الاعتداء ام موضوع الازاحة استاذ اريج الازاحة ينتج عنها بالوضع الطبيعي الى اعتداء وليس كل اعتداء يسمى ازاحة اليوم الاعتداء يمكن يكون بين متجاورين اثنين الجار معتد على جاره بالبناء او التعديب مثلا على الشارع العام بالمقابل الازاحة يعني رح تكون على مستوى العديد من القطع واحتمال تكون على مستوى الحوض الان هاي المشكلة الازاحة والمشكلة الاعتداء احنا اليوم بدارة الاراضي والمساحة انه قسم معني بالمعالجة من ضمن مدرية الخدمات المساحية هذا القسم ينظر بالمعالجات على مدار بشبه يومي بالعديد من الامور مثل الاعتداءات والازاحة فاليوم اللي بده اللي شايف حاله انه في عنده اعتداء معين لا نستطيع ان نعلم وجود اعتداء او ازاحة ما لم يتقدم المتضرر بطلب رسمي للدائرة من اجل الوقوف على حيثيات المشكلة طيب بدي ارجع لهاي الدائرة اللي تحدثت عنها ولكن بدي اسألك اليوم مهندسة محمد حجم المشكلة في اربد كيف من الممكن أن يتم تلخيصه؟ نشوفي احنا عشان نكون دقيقين المشكلة ليس بس في اربد هي موجودة في كل المملكة ولكن اليوم عن تخصصكم إذا بنا نحكي في محافظة اربد كون اليوم كلامنا في كلام عن اربد حسا في اربد بعرفش هي نظرا لانها بجزء كقريض هي من اكبر كمان محافظات المملكة من اكبر المحافظات نعم هي المشكلة كانت قديمة نظرا للتوسع الامران الشديد اللي صار في اربد ظهرت هسا هاي الايام اكثر مما سبق حسا ما في علاج الا بالتشاركية التامة ما بين كل الجهات اللي ممكن تعنا في موضوع المساحة بدرجة اولى لازمنا بدرجة اولى نعمل رفوعات مساحية ميدانية للواقع اللي موجود حاليا في المحافظات وفي محافظة اربد بالاخص مما انها موضوع الكلام تبعنا تمام ونعدل مخططاتنا وهذا الحك بتتعلق في ذات الاراضي بدرجة اولى وممكن تعاون البلديات نظرا لانه احنا في البلديات ما في حد بعمل معامل الترخيص ولا اي معاملة الا بنعمل رفع مساحة فاحنا فعليا نمتلك كم من المعلومات كبيرة بخصوص الرفع المساحي ممكن تستفيد منه دارة الاراضي والمساحة في مشروع لازم يكون مشروع نحكي عنه مشروع وطني انه يجتمل على عمل رفوعات مساحية لكل الواقع وتحويل هذا الواقع رفوعات ام دفوعات رفوعات رفوعات بالرفع عشان كون واضحين كلمة رفع يعني انه يحول اشي ميداني او اشي على الواقع لمخطط تمام عكس التنزيل المساحي انه يحول مخطط الى واقع لا احنا في هذه الحالة بدنا نحول الواقع الى مخطط فانا بقوم برفع مساحي للأسوار وللأبنية وللشوارع ولكل شيء بتعلق في مثلا في القرية من كل معالمها اوكي وبحوله لمخطط ودارة الاراضي والمساحة يفترض فيها انه تعدل لوحاتها بما يتلائم مع ارض الواقع عساس انه احنا نزيح كلمة ازاحة كلمة ازاحة انه في اختلاف او في ازاحة او في فرق ما بين المخطط وما بين الواقع انا بهذه الطريقة بوحد ما بين الواقع وما بين المخطط طب ما الذي يمنع من وجود هذا الشكل من التشاركية ولاحقا بتم تعزيزه اليوم هذا الطرح اللي انت طرحته هو كأنه مشروع طرح وليس شيء موجود على ارض الواقع مشروع طرح هو شو في ستاريج الموضوع كبير مش مسحة انا اقرر بدي اعمل رفع مساحي لمحافظة او لقرية قدش بدو مني جهد كوادر بشرية وكعمل فني وميزانية تمام من الذي من الواجب ان يتبنى هذا المشروع هو مشروع على مستوى الدولة يعني مش بس مؤسسة بعينها مثلا كدات الاراضي او ذات اليدارة المحلية كل الجهات المعنية في موضوع الاراضي والتنظيم والامور الموضوع مش صغير موضوع جدا كبير طيب دكتور طلال اليوم هذا الشكل من المشروع اللي طرحه مهندس محمد قبل قليل بالتأكيد يمكن في اروقة المؤسستين كان في حديث عنه من الواضح يعني ولكن هو غير مطبق او غير معلن عنه يمكن او هذا الشكل من التشاركية غير متاح الآن اليوم ما الذي يمنع وجود هذا الشكل من المشاريع فعلا لحتى تم تحقيق المصلحة الفضلة للمواطن اليوم على ارض الواقع لدينا مخططات موجودة مفروضة على ارض الواقع خلاص يعني موجود هذا الشكل من التشابك لربما في هذا المباني وهذه الاراضي اليوم المصلحة الفضلة للمواطن تتحقق كيف بالنسبة للموضوع التشاركية اليوم احنا يعني نبدي كافة انواع التعاون مع البلديات وتحديدا اذا كانت المشكلة بالنسبة لمحافظة اربد اليوم يعني بعاز مباشر من عطفة المدرعام انه تم يعني يوجد ضابط ارتباط بين البلدية وبين دارة الارض المساحة لتزويده بالبيانة التغيير والاحداثيات اول باول طب لماذا لا يوجد من الاساس هذا التنسيق استاذ عريج ممكن تعيذي لماذا لم يوجد هذا التنسيق المطلوب الذي تتحدث عنه من الاساس لا هو التنسيق موجود ولكن راح افوت انا على الحل اللي حكى عنه المعندس محمد هو الامانة حل على مستوى الدولة لكن هذا الحل يعني يتعذر تنفيذه على ارض الواقع بحكم انه اليوم اذا مطابقة الواقع مع الخرائط الموجودة بدارة الاراضي راح تتغير مساحات سندات التسجيل هيقواشين ولا نستطيع كدارة اراضي ان نعدل على مساحة سند التسجيل بدون وجود اقرار خطي من صعب العلاقة والي هو التوقيع فهذا الحل يعني اشبه ابن المستحيل اضافة الى ذلك يعني راح يكون اليوم توقف بالنشاط العقاري باي منطقة راح يتم فيها هذا الحل يعني لما نرفع اليوم منطقة من المناطق مثلا ايدون مثلا هذا الحل راح يوقف جميع النشاطات العقارية بهذه المنطقة وهذا حل نوعا ما بحاجة الى كوادر بشرية كبيرة بحاجة الى ميزانية وايضا بحاجة الى تعديل القوانين والتشريعات طيب ولكن يا دكتور في بيوت مهددة بالهدم في بيوت مهددة بالازالة بشكل كامل ارزاق بيوت ناس وتحديدا يمكن هاي المشكلة في اربد في مناطق اكثر من غيرها ايدون حكمة بعض المناطق ايضا اللي تحدثنا عنها وركزنا عليها قبل قليل في ارزاق للناس تتعطل يعني لا يمكن انه بعد كل هذه السنوات لا يوجد هذا التنسيق بين المؤسستين من غير المعقول ما الحل اذا اذا كان هذا المشروع اللي طرحهم ناس محمد قبل قليل غير قابل للتطبيق اذا ما الحل استاذ اريج بالنسبة لمحافظة اربد تحديدا احنا اليوم في احنا اجتماعات واحنا بصدد توقيع اتفاقية مع البلدية من اجل يعني ضمت عدة بنود من هذه البنود برأة الذمة يعني الالكترونية البند الأهم بما يتعلق بهذه الجزئية اللي هي الازحات راح يكون في حد وحل بعض المشاكل يعني لنسبة كبيرة من مشاكل الازحات بعد توقيع الاتفاقية هذا واحد اثنين راح توفر الاتفاقية ايضا يعني فرق عمل مشتركة بين المساحين من دارة الاراضي والفنيين ايضا من البلدية فهذا هذا الحل رايحة دي من المشكلة اما اعطيني نسبة يا دكتور اعطيني نسبة اليوم انه هاي الاتفاقيات فعلا راح تقوم بحل تقول بانها ستحل حجم كبير اعطيني نسبة لا استطيع تحديد النسبة استاذ اريج ولكن بالمقابل احنا اليوميا نتعامل مع ازاحات ويوميا نتعامل مع لان المشكلة لم تحل ستبقون تتعاملون مع ذلك اذا لم يكن هناك حل حقيقي طيب بدي ارجع لك يا دكتور معلش اسمح لي اتحدث بسؤال لمهندس محمد و هلأ بعود لك حتى تنتهي هذه المشكلة اذا كان هذا الحل غير قابل للتطبيق اذا ماذا يفعل المواطن يجلس في بيته وينتظر الهدم ينتظر في مكان عمله اللي راح يتم هدمه شو يعملوا الناس؟ حسنا موضوع الهدم ممكن مش كثير منطبق عننا عشان نكون احنا واقعين بهوضو تمام احنا كجهات تنظيمية الحل الاسرع واللي مطبق حاليا احنا حاليا بنعدل مسارات الشوارع بنخفض ساعات الشوارع تمام هذا يمكن على حساب التنقل على حساب كثير امور يعني معظم معاملات الناس في وزارة الإدارة المحلية في المجلس التنظيم الأعلى تعديل مسار الشارع تخفيض ساعات الشارع فيه تعويضات؟ هسا تعويضات ما هو انا على شو بدي عوضو السؤال بدي عوضو على شو تم الاخذ من مساحة مكان معاشي هسا بطلع لدولة تقتطع من اي قطعة ارض لحد ربع اللي هو ربع القانوني مادام اني انا ضمن هاي النسبة بقدر اني اقتطاعها بدون اي تعويض اعيار تعديت هاي النسبة بدون ما اثر على القطعة نفسها ممكن تصير القطعة غير صالحة لاستعمال ساعتها انا بدأ اضطر اني عوضو كامل او عوضو جزئي عن المساحة اللي انا اخدتها زيادة عن الربع القانوني كتعويض نعم طب بالنسبة للاتفاقيات اللي تحدث عنها الدكتور قبل قليل اللي قال بانه من الممكن ان تحل نسبة كبيرة من شكل حجم الملف في اربد شوفي ستريج احنا الحل دائما حكينا بالمعالجة ماشي الحال المعالجة بتطلب رفاعة مساحية حسنا نبدأ ان احنا وقعنا اتفاقيات بالشكل هذا راح يسرع بالعملية ليش لانه صار عندي كوادر وصار في عندي داتا قريدي موجودة في البلديات راح كثير تستفيد منها دات الاراضي في مشروع الرفع فهذا الحكي راح يسرع في العملية وراح يطلعنا بالنتائج كويسة عشان تكون الامور جميل طيب دكتور انا بدي ارجع لك على سؤال من كلامك قلت بشيء له علاقة بتقارير المساح اليوم المواطنين يشكوا بشكل او باخر من فرقات كبيرة بين تقارير المساحين لنفس المكان او لنفس المنشأة او لنفس القطعة هذا الخطأ يقع على مين هو جزء من المشكلة يمكن على عاتق المساح اليوم نعم هي المشكلة بحذ ذاتها اليوم من اختلاف التقارير اصلا احنا لا نستطيع لا نستطيع البت بأي تقرير انه صحيح الا بعد تقديمه لقسم المعالجة اذا كان الغرض من تقرير المساح هو معالجة الازاحة اليوم في فرقات بين المساحين مثلا يتم مباشرة البت بهذا الموضوع انه عطاء التقرير الصحيح من خلال القسم الفني بدارة الاراضي المساحة احنا على اوبة الاستعداد استاذ اريجا احب اعطم منك واخوانا المواطنين انه للبت بأي موضوع جدلي بخصوص الامور الفنية احنا اليوم عنا قسم للمعالجة هذا القسم موجود على مدار الساعة يستقبل المعاملات على مدار الساعة احنا اليوم معنيين بمعالجة الازاحة احنا جزء من الحل وليس سبب المشكلة بموضوع الازاحات فبالتالي احنا بنتمنى اخوانا المواطنين اللي بشعروا في اتداء معين او ازاحة معينة مباشرة يتقدم عن طريق المساحة مرخص لدارة الاراضي المساحة من اجل معالجة هذه الازاحة مثل ما تفضل الاخر محمد نقوم بمخاطبة الجهة التنظمية اما بتخفض سعر الشارع العام او باخذ اقرار خطي من المالكين المجاورين بحيث يعني يقرون على وجود نقص بالمساحة واعتماد الواقع بشكل مباشر كيف يعني سريعا لانه وقت انتهى طبعا يعني بخبروني ان الوقت انتهى ولكن كيف بدكم تعالجوا مشكلة اختلاف التقارير المساحين استاذ دريج انا اللي اجعوب نعم 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 دكتور عدت السؤال بالله دي سمحتين كنت اسأل يا دكتور سريعا طبعا اليوم تقارير المساحين كيف رح يتم معالجة الاختلاف بهذه التقارير اللي سألتك عنه قبل قليل لنفس المكان او لنفس المنشأة الذي يبت باختلاف التقارير من خلال مدرية الخدمات المساحية اليوم ايضا حتى على مستوى اخر بشكل سريع يعني اوعز عطوة المدير العام بعادة النظر ببعض التشريعات من اجل ضبط ضبط مهنة المساحة ومن اجل رفع كفاءة العاملين والمزاولين من اخوان المساحين فكل هذه الامور رح تأتي بشكل سريع جدا باذن الله بالفترة القليلة القادمة وما زلت اركز على موضوع التشاركية رح نكون متشاركين بشكل مباشر مع جميع الجهات التنظيمية ومع جميع البلديات اذا كانت جاهزة للربط الالكتروني معنا واحنا بدورنا طبعا رح نستمر بمتابعة هذا الملف اشكر وجودك معنا دكتور طالله للزبن ناطق الاعلامي باسم دائرة الاراضي والمساحة وشكرا ايضا لك مهندس محمد ابو العنين من دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الادارة المحلية شكرا جزيلا لك شكرا